موسيقى يمثل الأمن والأمان قيمة أساسية في تاريخ نشأة المدن الإسلامية ويعكس ذلك بوضوح دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام التي جاءت في القرآن الكريم رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات فسبق الدعاء بالأمن الدعوة لطلب الرزق سبقا يؤكد هذه الأهمية وعكست نشأة المدن الإسلامية أهمية التحصين لحماية وجودها وتنمية عمرانها وأيما كانت أسباب النشأة فإن التجارة لعبت دورا أساسيا فيها وكانت وراء تطور المدن ونموها وتضمنت التجارة في ثناياها إمكان النهبي والسلب الذين أوجب إنشاء تحسينات دفاعية تمكن من دفع هذا الخطر وانطلاقا من أهمية الأمن الذي يتوفر بتحصين المدينة اعتبر بناء الأسوار والأبراج والقلاع والحصون من المعايير الحضارية التي تميز المدن ومن الوسائل التي تساعد على حفظ النفسي والمالي والعرض وهي من مقاصد الإسلام ومن مقاصد الشريعة الكبرى ومن هنا صنفها الفقهاء تصطيفا يضعها في عداد البناء الواجب ولا سيما أن إذا كانت الحاجة ملحة لاستخدامها في الدفاع عن حرمات سكان المدن ووقفت عليها الأحباس لترميمها وتقويتها وحكم الفقهاء بالتزام العامة في المشاركة في بنائها ما دامت تتحقق مصلحتهم بإنشائها وخصوصا إذا دفعت ودعت الضرورة والظروف إلى ذلك وحتاجت السلطة إلى مثل هذا العون ودعت هذه الأحكام أيضا إلى المحافظة على تلك الأسوار وعدم هدمها وإزالتها حتى ولو انتفت الحاجة الملحة إليها لأنه ربما احتيج إليها في وقت لاحق ونظمت هذه الأحكام كل ما يتعلق بالأسوار سواء كانت مستقلة أو كانت تشكل أجزاء من حوائط البيوت المتصلة بها من حيث وجوب الاهتمام بها وعمارتها لأن ذلك يحقق الهدف الأصلي من وراء بنائها وأي خلل في عمارتها يمنع تحقيق هذا الهدف كما أنها نظمت قواعد التعاون بين العامة لإحاطة محلاتهم السكنية وممتلكاتهم الخاصة بالأسوار والدروب الخاصة التي تكفل حمايتهم ويبدأ تحصين المدينة باختيار الموقع الذي اشترط فيه أن يكون محصنا طبيعيا كأن يكون على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر حتى لا يتم الوصول إلى تلك المدينة إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويتضاعف تحصينها إذ اشترط بعض العلماء كابن خلدون وابن الأزرق وغيرهم في المدن الساحلية تحديدا أن تكون متوعرة المسالك وحولها القبائل التي تساعدها على الدفاع إذا ما تعرضت للهجوم ومما يكشف عن أن هذه المواصفات في اختيار الموقع الحصين كانت معتبرة في اختيار مواقع المدن ما أشار إليه أيضا علماء العمران عند اختيار مواقع المدن حيث ذكروا أن التدبير في المدن أن تتخذ لها الأسوار والخنادق والحصون والموقع المحصن تحصينا طبيعيا يساعد على سهولة الدفاع عن المدينة لكن ذلك لا يمنع من إقامة الأسوار أن يتدخل الإنسان وساكني هذه المدينة لتحصينها بطرق أخرى بالإضافة إلى التحصين الطبيعي وهذه الأسوار تحقق هذه الغاية تحقيقا سليما في ضوء الأساليب الدفاعية والهجومية وآلات الحصار المستخدمة على امتداد العصور المختلفة حيث أن تخطيط الأسوار والقلاع والحصون والأبراج وتطويرها يدخل كل ذلك في التخطيط من فترة إلى أخرى حيث أن تلك الأدوات الدفاع عن هذه المدينة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطوير وسائل الدفاع والهجوم وأساليبهما بصفة عامة حيث أن التدبير في المدن كما بينا أن تتخذ لها الأسوار والخنادق والحصون وعلى امتداد التاريخ اختلفت هذه الانشاءات الحربية باختلاف مواقع المدن فمنها ما استدعى إنشاء قلعة تحميها على تل قريب بوقوع المدينة في واد منخفض مثلا ومن المدن ما استدعى إنشاء ما يعرف بالمحارس والنواضر لمراقبة السواحل التي قد تتعرض المدن لهجوم من قبل تلك السواحل من قبل الإعدام ولا أدل على ذلك من مدن الثغور الإسلامية في بلاد الشام وبعض مدن ساحل الشمال الأفريقي وأيضا هناك من المدن متجها إلى تحصينها الحرب مباشرة لإنشاء الخنادق والأسوار كما كان حال مدينة واسط وبغداد والقاهرة والمهدية وغيرها من المدن وتكاملت النوعيات المختلفة من الإنشاءات الحربية التي ميزت المدن الإسلامية وأثرت في تخطيطها تأثيرا واضحا وكان المحور الأساس الذي يحكم بناء الحصون بالعصور القديمة يقوم على أساس تنظيم العراقيل بين المهاجمين والمدافعين لمنع المهاجمين مهاجمين المدن من المضي في سبيلهم ولوقاية المدافعين من شر مقذفات المهاجمين بالإضافة إلى تمكين المدافعين في الوقت نفسه من أن يمطر المهاجمين وابلا من مقذفاتهم وبناء على هذا التكتيك الحربي أقيمت الحصون الأولى والتي كانت أولى مراحلها إقامة سور من الردم بارتفاعات مختلفة حول الخندق وكانت تعلو كل ذلك مستقيمات حجرية يختفي المدافعين خلف تلك المستقيمات وتعرف بالمتاريس وكانت متقاربة لتمكن المدافعين من الاختباء خلفها وإرسال سهامهم إلى المهاجمين من خلال هذا الوصف أعزائي المشاهدين تتضح لنا حقيقة فكرة إعاقة العدو المهاجم من خلال مانعين أساسيين متمثلين في السور الترابي وفي الخندق الغائر الذي يكلف العدو مشقة الهبوط والصعود ويسهل على المدافعين بعد ذلك خلف السواتر الحجرية يعني مهمة الدفاع عن هذا الحصن أو هذه القلعة والتي تمثل نقاط دفاعية أساسية متعددة ومتقاربة مع تطور الزمن تطورت أساليب يعني الدفاع ونتيجة للتجربة والممارسة وكي تكون الإعاقة تامة للجيوش المهاجمة وحتى لا تصل بسهولة إلى المدن نتيجة إمكانية تسلق الحصون المتمثلة في السواتر الترابية كانت هناك فكرة مستحدثة تمثلت في إنشاء حصون عالية يصعب تسلقها بجعلها عمودية تماماً عند أسفلها وكان تحقيق ذلك ببناء السور الذي بني أولاً باللبن ثم رغب في زيادة متانته لمقاومة ضربات المهاجمين بني بالحجر وكان هذا التطوير محققاً لإمكانات أكبر في الدفاع ويزيد من إمكانية هذا الارتفاع اختيار موقع مرتفع للمدينة يحقق رؤية أفضل وثم بعد ذلك يعني الرائي أيضاً يكون هذا السور موقعاً هاماً في الهجوم على العدو ولا يقتصر على موقع فقط الدفاع السلبي وحتى يحقق السور هذا الغرض صمم من جديد على أن يكون أعلاه على هيئة ممر أو ممشى يمكن الجند المدافعين من تأذية عملهم بمستوى عالي ويحقق للجند المشاه رؤية أفضل ومرمى أبعد وأوسع والسور أصبح بهذه المواصفات بعد هذا التحديث وهذه الأفكار الإبداعية في التخطيط العسكري أصبح خطاً دفاعياً هجومياً متكاملاً وحتى يستطيع هذا الخط الدفاعي الهجومي أن يحقق مهمته بكفاءة كان لابد من سهولة تزويده بما يحتاج إليه من عتاد وتقوية بعض نقاطه على مسافات مختلفة وذلك باستحداث ما يعرف بنظام الأبراج وكان لابد من سهولة الاتصال بين الجند المدافعين عنه وتنظيم العمل بينهم بالصورة المطلوبة وهو أمر استدعى أن يخطط السور أيضاً من جديد بمواصفات وقياسات دقيقة تفي بهذه المتطلبات كل ذلك انعكست هذه الأمور على عمارة وطريقة إنشاء الأسوار بما اجتملت عليه من عناصر معمارية مختلفة ومع الخبرة المكتسبة وإدراك مواطن القصور وبعض الخلل وبعض الضعف ومحاولة معالجتها حدث التطور التالي في أسلوب التحصين فقد تبين أنه كلما زاد طول الحصن ازدادت مساحة الأرض الحافة بأساسه والتي كلما ارتفع هذا السور تعسر على المدافعين من فوقه أن يصيبوا هدفاً واقعاً في تلك المساحة لماذا؟ لأنهم مضطرون إلى إلقاء مغذفاتهم حسب مين معين لاضطرارهم إلى البقاء خلف المتاريس دون التمكن من إلقائها إلا إذا خرجوا من بين المتاريس وفي تلك الفترة يتعرضون ويعرضون أنفسهم لمغذفات المهاجمين والأعداء هذه المنطقة التي لم يمكن إصابة العدو فيها هي التي سميت بالمنطقة الميتة وفي وجودها خطر كبير على كيان أساس السور ولسهما عندما يتعرض أحياناً للنقبي والثقب بالآلات الثاقبة من قبل العدو أو اقتراء بعض أحجاره أو حرقها فاضطر المدافعين عن المدينة لاختراع ما كان يعرف بالسقاطات والثقاطات عبارة عن بناء بارز على سمت السور من أعلى في أرضيته فتحات يمكن من خلالها إسقاط الزيت المغلي والحمام والضرب السهام لمن يتجرأ من الأعداء للوصول إلى هذه النقطة ويتمكن من الاتصاق بالسور هذه التطورات التي حدثت في مجال الدفاع عن المدن الإسلامية عكست عناصر العمارة الحربية وتطور أساليبها الدفاعية المتلاحقة حقيقة ويرى ذلك بوضوح في أبراج المراقبة وفي قلاع الثغور والموانئ وفيما اجتملت عليه من عناصر ووحدات معمارية كالسقاطات والشرفات والسلالم والممرات وأساليب التغطية ومواد البناء وأساليبه وهو حقيقة يحسب للمعمار الإسلامي الذي برع فيه في تلك الفترة وخاصة ما هو مرتبط بإنشاء الأسوار والقلاع والأبراج حيث مثل كل ذلك وسائل مختلفة ومتنوعة متعددة لتحصين المدن الإسلامية ترجمة نانسي قنقر والتي مع بداية تاريخها أخذت وخاصة المدن الناشية تخذت مظهرا حربيا فقد كانت بمثابة معسكرات حربية تفي بمتطلبات الجيوش الفاتحة وكانت تمثل مراكز للانطلاق نحو نشر الإسلام ومد رقعة الدولة الإسلامية من خلال حركة الفتوحات وكانت استراتيجية اختيار مواقع هذه المدن هي أن تكون على اتصال بري مباشر بمراكز القيادة في العاصمة المدينة المنورة ولم تكن هناك حاجة في البداية حاجة ملحة لإنشاء الأسوار خاصة في المدن الأولى التي أسست ببدايات التاريخ الإسلامي ولا يعني كان ذلك مطلبا رئيسا بسبب دواع الأمن والأمان في أقاليم الدولة الإسلامية الناشية والتي كانت هذه العناصر متوفرة عنصر الأمن والأمان كان هو السائد وهو الغالب وهو المتوفر كما أن قوام سكان هذه المدن في معظمهم كانوا من الجند الفاتحين الذين ساهموا في بدايات نشر الإسلام والتحق بالجيوش الإسلامية التي عملت على توسيع رقعة الدولة الإسلامية ونشر الإسلام بعد ذلك في كثير من الأقاليم وبدأ إنشاء الأسوار للمدن يتحقق بعد ذلك ويحقق أهدافا أمنية للقاطنين فيها واختلفت حقيقة دواعي وأسباب إنشاء هذه الأسوار باختلاف أسباب إنشاء المدن وظروف إنشائها فبالإضافة إلى اختلاف مواصفات مواقعها ومواضعها ومن المدن الأولى التي اهتم ساكنيها بتحصينها مدينة واسط التي تبع في تخطيطها نهج يؤكد على أهمية تحصينها فحفر لها خندق يحيط بأسوارها ووضعت في الأسوار أبواب أربعة يحكم إغلاقها وفتحها تؤدي إلى أربعة شوارع رئيسة تنتهي إلى المسجد والقصر في قلب المدينة وكان اختيار موقع المدينة بين الكوفة والبصرة للسيطرة عليهم وتأمين مركز الإدارة الناشئ من أي ثورات أو اضطرابات قد تحدث ضد حكام المدينة أو السلطة الحاكمة آنذاك وبغداد تعتبر من أرواع الأمثلة التي قد تضرب كأنموذج تاريخ المدن الإسلامية التي روعية في تخطيطها متانة تحصيناتها وتمثل حقيقة مرحلة متقدمة في التخطيط الحربي وخاصة المرتبط بأسوار المدن في القرن الثاني الهجري فقد جاء تخطيط هذه المدينة مستديرا فأوفى بالغرض الحربي بإعطاء رؤية متكاملة واضحة للجند المدافعين عن أسوار المدينة عما لو كانت المدينة مستطيلة أو مربعة كما أن هذا التخطيط المستدير حقق غرضاً اقتصادياً من ناحية التوفير في تكاريف البناء أما إذا جئنا نتحدث أيضاً أعزاء المشاهدين عن علاقة التحصين بتخطيط المدن الإسلامية فقد أثرت ظاهرة التحصين في المدن الإسلامية تأثيراً واضحاً وخاصة على جوانب تخطيطها المادي فكان لها تأثير مباشر في مساحتها والتي أصبحت محدودة نوعاً ما مقارنة بقدرتها على إنشاء هذه التحصينات وتكاريف إنشاء هذه التحصينات والتي تكلف أموال ضخمة بالإضافة إلى توفير الجندي والعتاد اللازمين لحمايتها والدفاع عنها ولا شك أن محدودية مساحة المدينة تؤثر بدورها بعد ذلك في تكويناتها المعمارية بصفة عامة من حيث تقييد مساحة المدينة بالأسوار وأثر ذلك في تخطيط الشوارع المدينة والتخطيط هيئة تكويناتها المعمارية الأخرى كالمساجد والمنازل وقصور الحكام والأمراء وغير ذلك من التكوينات والمؤسسات العمرانية ونلاحظ هنا أيضا أن نمو المدن الإسلامية المسورة كان أحيانا يمتد خارج أسوار المدينة في مدة قصيرة بسبب الزيادة عدد سكانها والازدحام بعد ذلك أيضا الناتج عن وفود أيضا أقوام من الإقليم المجاور للمدن الإسلامية هذا الامتداد أحيانا كان يأخذ هيئة محلات سكنية متكاملة تسمى أرباضا بنيت لها أسوار خاصة بها وكانت تربطها بأسوار المدينة الأصل مناطق اتصال فتحت بها الأبواب التي تيسر الاتصال بين المدينة وأرباضها المختلفة مما سبق أعزائي المشاهدين يتضح أن إحاطة المدينة بسور كان له أثره المباشر على محدودية مساحتها تلك المحدودية التي تولد عنها امتدادات سريعة خارج الأسوار أخذت نمطا متكررا من هيئة المدينة الأصل فكما بينا ظهرت الأرباض المحصنة والتي أثر تحصين كل منها بسور على مساحة المدينة الأم المدينة الأصل مما أدى إلى تكرارها بالهيئة نفسها وكانت أيضا بوابات المدن بالصفة عامة جيدة التحصين رغم أنها كانت نادرا ما تحظى بمظهر التعقيد المعماري الذي تتميز به بعض المكونات المعمارية كالقلاع وغيرها أو معاقل الحراسة فيها وغالبا ما كانت تحرسها أبراج متلاصقة أما الوصول إلى الداخل فكان محميا بمنعطف أو ما يسمى بمدخل منكسر أو منعطفات بزوايا قائمة وهي أبواب ذات مرافق بالإضافة إلى سلسلة من غراف البوابات والتي يمكن إحكام إغلاقها وترمى النار من الأعلى أو من الجانب على من يهاجمها أما إذا تحدثنا عن تحصينات المرافق الخاصة بالمدن الساحلية فقد كانت تقام لها حصون أو أبراج دفاعية قوية ومنيعة تمتد بينها سلاسل حديدية تشكل بوابة الميناء وكانت تنتصب عندها المجانير لقصف السفن المعادية والمؤرخ ابن جبير يعكس وصف هذا المعنى لمدينة من المدن الإسلامية له وهي مدينة صور عن مدى الاهتمام بتحصين المدن الساحلية ومرافقها عندما يشير في أحد كتاباته أنها مدينة يضرب بها المثل في الحصانة ولا تلقي لطالبها أي طاعة ولا استكانة أما حصانتها ومنعتها فأعجب ما يحدث به هكذا كان يصف حصانة هذه المدينة الساحلية وكان الاعتداءات أيضا التي تتعرض لها قوافل الحجاج أحيانا أثر كبير في حماية طرق الحج بإنشاء التحصينات والقياع اللازمة لتأمين الحجيج ودفع الهجمات التي يتعرضون لها ونتيجة لذلك اهتم حكام المسلمين على اختلاف العصور وتتابعها بمرافق هذه الطرق وبمحطات الحج المختلفة وزاد الاهتمام بتأمينها وتحصينها ولا سيم في تلك الفترات التي يزداد فيها الخطر الذي يتعرض له للحجاج وكشفت العديد من الدراسات والمسوحات التي أجريت عن الكثير من المنشآت المحصنة التي انتشرت على طول طرق الحج كما أن ما تبقى من قلاع يعتبر أمثلة واضحة على ذلك الاهتمام أيضا غير طرق الحاج وغير بعض المرافق المدن الساحلية نفسها أيضا كانت تتعرض بين فترة وفترة وخاصة عند انشغال مركز المدينة والخليفة بأمور أخرى كانت تتعرض أيضا هذه المدن نتيجة لبعدها وتطرفها عن المركز لغارات يعني بعض القراصنة بين وقت وآخر وخصوصا مدن الموانئ الإسلامية على البحر المتوسط مما دعا أيضا إلى الاهتمام بتحصينها وإقامة الأبراج والقلاع لحراستها ولا أدل على ذلك من تلك القلاع والأبراج التي أنشأها المماليك ثم بعد ذلك العثمانيون لمدن طرابلس ورشيد والأسكندرية وغيرها من المدن الساحلية بل أن هناك حصونا لبعض المدن الساحلية أنشأها أهلها بعيدة عن الساحل يلجأون إليها إذا ما تعرضت مدنهم لمثل هذه الهجمات التي لا يستطيعون مقاومتها أو بسبب انشغال السلطة السياسية أحيانا بأمور أخرى أكبر من اهتمامهم بهذه المدن الساحلية أيضا من الأمور التي استدعت الاهتمام بالتحصين أحيانا فساد الحياة السياسية وانشغال السلطة السياسية وعدم قدرتها على توفير الأمن أدى ذلك إلى انتشار فكرة التحصين انتشارا واضحا لكي يتمكن الأهالي في مدنهم السكنية المختلفة سواء كانت مدن أم قرى من الدفاع عنها أمام أي هجوم قد تتعرض له وأصبحت الأسوار بعد ذلك مباني وأطلال تحكي التاريخ وتحكي ما مر على تلك المدن من ذكريات ومن أحداث سواء إيجابية أو سلبية أيضا امتد تأثير التخطيط المحصن للمدينة الإسلامية إلى تخطيط شوارعها وطرقاتها وانعكس التخطيط الحربي على الرحاب التي تؤدي إليها المداخل فمقاييسها التي تتدرج من الاتساع إلى الضيق كانت هدفا مقصورا على حصار العدو وكذلك كان الفيصل الذي بين السورين بمثابة مصيدة وحادي الطريقان الرئيسيان في المنطقة السكنية بالسور لكي يسمح ذلك للمدافعين بحرية الحركة بالنسبة للسور الداخلي الكبير ولتؤمن المنطقة المركزية بالنسبة للسور المركزي وحكم هذان الطريقان المرور من المنطقة السكنية إلى داخل قلب المدينة أو إلى خارجها وتدعيما لتأسيس الدولة ظهرت أيضا كما بينا في حلقات سابقة ما يعرف المدن الملكية والتي خططت تخطيطا ملكيا على الرسم الملكي ومن أهم مظاهرها تأمين الخليفة ومن الأمثلة على هذه المدن مدينة المهدية وفاس والقاهرة وبعض المدن أيضا التي أسست فيها القلاع المحصنة التي كانت تبنى على منطقة مرتفعة وقامت حقيقة القلاع المحصنة المبنية على إحدى الروابي المجاورة المدن مقام المدن الملكية في بعض المدن ومن الأروع الأمثلة على ذلك قلعة صلاح الدين في القاهرة التي اتخذها مقرا للحكم بعد إسقاط الفاطميين وتحويل القاهرة بعد ذلك إلى مدينة عامة أيضا مثلت مراكز الحكمي وأثرت الأوضاع السياسية بعد ذلك تأثيرا واضحا وامتد أثر ذلك في تأمين الحاكم في المدن على تخطيط منازلها ترجمة نانسي قنقر